ليبيا توازن بين الاستقرار داخليا ومساعي ضبط العلاقات مع الخارج ورئيس مزراء اليونان يعلن اتفاق بلاده مع ليبيا على استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية فورا وذلك عقب استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في أثناء فكيف يسهم ملف الترسيم مع اليونان في دفع الاستقرار في ليبيا والمتوسط قدما معنا من أثناء أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات في جامعة كاردف عبداللطيف درويش دكتور عبداللطيف أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار يعني الزيارة تعني الكثير لليبيا والسلطة الليبية الجديدة التي تعمل على إعادة التوازن كما ذكرنا لعلاقاتها الخارجية لكن ما الذي يعني استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بالنسبة لليونان فورا بالنسبة لليونان هو انتصار للدبلوماسية اليونانية التي أيضا توازن في علاقاتها الدولية وأيضا وزير الخارجية المفروض أنه في أنقرة للتفاوض أيضا بعد اللجان الاستطلاعية مع السلطات التركية في موضوع أيضا ترسيم الحدود البحرية وإيجاد حل الخلافات التركية اليونانية والتي استخدمت أيضا دائما الورقة الليبية في موضوع الاتفاق الذي تم مع الحكومة الليبية السابقة فبالتالي بالنسبة لليونان هو عبارة عن نجاح لأن أيضا كانت هناك مفاوضات في السابق بين ليبيا واليونان كان الخلاف إن كانت تجب أن تبدأ الحدود من سواحل كريت أم من ساحل أو من أطراف جزيرة غافدوس وهي جزيرة أقرب إلى السواحل الليبية من كريت كونها جزيرة صغيرة وشبه غير مأهولة ولكن أعتقد أن على السلطات الليبية أيضا من الجانب الآخر أن تستغل الخلاف التركي أو التنافس التركي اليوناني على كسب ليبيا للحصول على مكاسب أيضا والمطالب الليبية هو يبدأ الحدود البحرية اليونانية يجب قياسها من جزيرة كريت وليس من غافدوس بالنسبة ليونان هنا انتصار لأنه سحب للورقة الليبية من أيدي من يد تركيا بمعنى إذا تم هناك اتفاق معناه إلغاء تلقاء للاتفاق الليبي التركي وأيضا البدء في حالة الاستقرار التي تنادي بها العديد من الأطراف بما فيها الشعب الليبي وهي خروج القوات الأجنبية من ليبيا وإعادة الاستقرار وتوحيد الأطراف الليبية تحت مظلة حكومة معحدة في المستقبل بعد الحكومة الانتقالية هو أشار رئيس الوزراء اليونان كرياكوس ميتسو تاكيس عندما أكد على الاتفاق مع الجانب الليبي على استئناف محادثات ترسيم حدود المناطق البحرية فورا قال أنه نسعى إلى إعادة ضبط العلاقات مع ليبيا التي توترت بسبب توقيع حكومة ترابلوس اتفاق الحدود البحرية مع تركيا هذه هي المشكلة دكتور عبداللطيف كما أشرت إلينا لكن هل يمكن حلها بمعزل عن تركيا؟ هل يمكن القول أن أي اتفاق يبرم اليوم ينهي الاتفاقات السابقة مع الجانب التركي؟ إذا كان هناك نجاح لموقف ليبيا موحد لأن الحقيقة أن التيار الذي يسود أو وجهة النظر السياسي التي سود في ليبيا بين الأطراف المتقدمة في القرار السياسي في الفترة الحالية تنادي بأن تكون علاقات مستقرة في ليبيا وهي علاقات تاريخية أن كانت ليبيا الدولة الوحيدة تعطي لليونان بترول بدافع مؤجل وبسعار تفضيلية فبالتالي العلاقات تاريخية منذ حتى العهد البيزنطي والفترة أيضا الحضارة اليونانية القديمة أحدى بابراطوريين الحضارة اليونانية القديمة كان ولد في ليبيا هو ليبي فبالتالي العلاقات تاريخية وكانت دائما جيدة أنا في رأيي ليس بمعزل عن العلاقات مع تركيا ولكن إذا تم هناك اتفاق فسيكون هناك إلغاء تلقائي ولقيمة للاتفاق الليبي التركي إلا إذا كان هناك عملية تنسيق للمواقف وأنا أنصح الأطراف الليبية بأن تتفق عليك لتحصيل مكاسب لأن تحديد الحدود من جزيرة كريت يعني مكسب ليبيا لستين ميل بحري وفي حالة تحديدها من جزيرة غافظ ستخسر ليبيا ستين ميل بحري هناك ثروات هائلة بين كريت والليبيا والتي لا يعرفها العديد من الأخوة الليبية دكتور عبداللطيف هناك ما يعتبر أنه حتى لو بقيت هذه الاتفاقيات سارية مع الجانب التركي لابد من إبرام اتفاق ما بين الجانبين اليوناني والليبي لضمان حقوق اليونان إلى أي مدى ممكن لذلك أن يتحقق في ظل استمرار الاتفاقيات التي تحدثنا عنها مع تركيا من الصعب لأن أي حكومة تطالب تركيا وكانت تضغط من خلال حكومة السراج لكي ترسل أيضا سفن التنقيب والبحث عن الغاز الطبيعي وعن البترول في المياه الليبية وهي أيضا مليئة والليبيين لا يعرفون بذلك هناك كميات هائلة من الغاز في المنطقة يجب على الليبيين أن يتحركوا ولكن أنا في رأيي إذا تم هناك وجود حكومة قوية في ليبيا وتحديد للحدود فسيكون هناك أيضا لصالح اليونان من جانب أن تستطيع أيضا أن توقع عقود كما فعلت في مناطق أخرى في الشرق المتوسط مع شركات أجنبية أو مع شركات يونانية أو عالمية للتنقيب عن الغاز أو استخراج الغاز ولكن في ظل حالة الفوضى التي خلقها الاتفاق الليبي التركي لا يمكن أن يكون هناك هدود لأن تعتبر تركيا ضمن الاتفاقيان لها حقوق وقد هذا يخلق عملية تأجيل أو خوف للمستثمرين أو شركات الغاز الأجنبية للاستثمار في استخراج الغاز من المنطقة وبالحقيقة هو الأقرب من منطقة الشرق المتوسط الأعماق قد تصل إلى خمسة إلى ستة ألاف متر عمق ولكن بين كريت وليبيا هي ألفين إلى ألفين ونصف وهي منطقة متجددة من الغاز والكميات الهائلة فيها قد تفيد الطرفين وبالتالي تقسيم الحدود حتى خمسين بالماء خمسين بالماء سيكسب الطرفين وسيخلق حالة من الاستقرار ولكن هذا يعتمد على صلابة الموقف الليبي شكرا جزيلا على قراءة أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات في جامعة كاردف دكتور عبداللطيف درويش ليلى معنا من أثينا شكرا شكرا شكرا